اشتركوا في القناة امريكية لمصر واقوى اربع انظمة دفاع جوي روسية تحمي سماء مصر ولماذا ينخفض الدولار في مصر بصورة كبيرة ومصر تنضم لمنظمة منتجي البترول والغاز وشاهد لحظة خروج جثمان ناجل محمد مرسي بعد تشريحه ودفنه بجوار والده طيب تعالوا ننتقل لأول خبر معنا وهو اقوى اربع انظمة دفاع جوي روسية تحمي سماء مصر تمتلك قوات الدفاع الجوي المصرية اربعة من اقوى منظومات الدفاع الجوي روسية وتمثل هذه المنظومات تحديا هائلا امام اي التهديدات جوية مهما كانت طبيعتها اقواتها تابعوا الفيديو عشان تعرفوا تفاصيل بالزبط وتمتلك مصر في المقام الاول منظومة S300VM NT2500 بعيدة المدى ذات القدرة الفائقة على ضرب الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى المطلقة من مدى يصل الى 2500 كم والصواريخ الجوالة والطيران عالي المناورة ويصل مداها من 250-350 كم واقصى ارتفاع يصل الى 30 كم مع الحصانة الهائلة ضد مختلف انظمة التشويش الالكتروني الكثير كما تمتلك مصر منظومة بوك ايم تو اي متوسطة المدى ذات القدرة الفائقة على ضرب الصواريخ الباليستية التكتيكية المطلقة من مدى من 200-300 كم قصاريخ المطلقة من راجمات الصواريخ والصواريخ الجوالة والصواريخ المضادة للرادار والطائرات المقاتلة في مدى يصل الى 45 كم وارتفاع يصل الى 25 كم مع الحصانة ضد انظمة التشويش الالكتروني وتتواجد لدى قوات الدفاع الجوية المصرية منظومة فرعون 2 ام متأسط المدى التي تحتوي وسائل مقاومة الاعقل الالكترونية مع قدرة تحييد الصواريخ المضادة للرادار وكذلك نظام الرصد الحلالي الكهربصري البديل للرادار وتستطيع الاشتراك مع الصواريخ الجوالة والطائرات المقاتلة ومروحيات في مدى يصل الى 32 كم وارتفاع يصل الى 20 كم كما تتواجد منظومة تور ام تو اي قصيرة المدى ذات القدرة الفائقة على ضرب الصواريخ الجوالة والقنابل والذخائر الزكية والمغذوفات المطلقة جوا والطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار في مدى يصل الى 15 كم وارتفاع يصل الى 10 كم حيث يتم دمج هذه المنظومات وربطها بشبكة القيادة والسيطرة مع باقي منظومات الدفاع الجوي ومحطات الانزار المبكر واستطلاع الدفاع الجوي الرادارية والبصرية متضمنة رادارات وأنظمة كشف الطائرات الشبحية لتحقيق مبدأ الدفاع الجوي متعدد الطبقات والمستويات لتوفير الحماية المتكاملة للقوات والاهداف الحيوية من مختلف التهديدات المصدر RT وتحية كبيرة لأسلحة الدفاع الجوي وقوات الدفاع الجوي المصرية لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو لسه عملتش لايك واشتراك في القناة ريت تنزل تدعمنا بلايك واشتراك في القناة ويلا ننتقل للقبر التالي وفاجأة بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر وفقت وزارة الخارجية الأمريكية على منح المساعدات الأمريكية كاملة لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار رغم بعض الاعتراضات الخاصة بحقوق الإنسان وأشارت صحيفة ألي مونيتور الأمريكية إلى أن الخارجية أرسلت مذكرة إلى كونجرس عبر فيها مايك بومينبو وزيدي الخارجية عن تنازله عن الشروط الخاصة بحقوق الإنسان والتي عرقلت إرسال مبلغ 300 مليون دولار لمصر ضمن المساعدات الأمريكية ووصف بومينبو مصر والأمة العربية بأنها مهمة لصالح الأمن القومي للولايات المتحدة لأنها توفر الوصول إلى قناة السويس ومكافحة الإرهاب في سيناء وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان وتعدى المعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلامة المصرية الإسرائيلية عام 78 وتحصل مصر على المعونة كاملة بمبلغ 2.1 مليار دولار منها 815 مليون دولار معونة اتصادية و1.3 مليار دولار معونة عسكرية وفي 17 يونيو 2014 قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا لخفض المعونة العسكرية الأمريكية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليار دولار فقط وكذلك خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار حيث تم تعليق جزء من المعونة العسكرية بعد أحداث 30 يونيو 2013 لأسباب ترجع لحقوق الإنسان ده طبعا بالنسبة لهم المصدر المونيتور لماذا ينخفض الدولار في مصر؟ تواصل العملة الأمريكية انخفاضها أمام نظيراتها المصرية وبلغ سعر صرف الدولار في مصر الخميس 16.4 جنيه بعدما كان في وقت سابق عند مستوى 18 جنيه وعن الأسباب التي ساهمت في تراجع الدولار قالت المحللة حنان رامسيس في تصيحات النقارتي أن انخفاض أسعار الفائدة على ودائع الدولار في البنوك التجارية إلى 3% بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطياته الدولية ساعدا على تراجع الوملة المصرية وأشرت إلى أن زيادة الاحتياطات دفعت المتعاملين إلى عدم استخدام الدولار كسلعة في ظل وفرة الدولار بفضل تحويلات المصريين من الخارج وإرادات قناة السويس وانتعاش قطاع السياحة وتوقعت الخميرة تراجع الإقبال على الدولار في مصر بس يؤدي إلى انخفاض سعر صرفي وانتفاع الجنيه يذكر أن الدولار قد تراجع أمس بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري حيث انقفض في غضون ساعات قليلة بنحو 8 قروش في 9 بنوك مصرية المصدر RT مصر تنضم لمنظمة منتجي البترول والغاز خبر مفرح جديد يسعد الملايين أعلنت المنظمة الدولية لمنتجي البترول والغاز OLGB عن انضمام مصر للأعضاء الجدد وذلك بعد إتمام إجراءات العضوية في المنظمة وتمثل مصر الهيئة العامة للبترول ويبلغ أعضاء المنظمة الدولية لمنتجي البترول والغاز OLGB بعد انضمام هيئة البترول المصرية 84 عضوا ينتجون 40% من النفط والغاز في العالم حيث يعمل الأعضاء في جميع المناطق المنتجة من أمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وبحر قزوين وأسيا وأستراليا وتطيح هذه العضوية العديد من الميزات للهيئة المصرية العامة للبترول منها إرساء الإطار العام والخطوط الإرشادية لإدارة نظم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على مستوى الهيئة والشركات التابعة لها المصدر وكالات لحظة خروج جثمان نجل محمد مرسي ودفنه بجوار والده شرقي القاهرة رصدت كاميرات الصحافة في مصر لحظة خروج جثمان عبدالله نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من المشرحة بعد انتهاء الأطباء من تشريح جثماني وفقا لموقع القاهرة 24 فقد خرج الجثمان في سيارة بيضاء خاصة بدفن الموتى حيث رافقت سيارات الشرطة وذلك قبل دفنه صباحا اليوم الجمعة ووافقت الأجهزة الأمنية على خروج الإبن الأكبر الرئيس الأسبق أسامة مرسي من محبسه لحضور مراسم الدفن وتمت إجراءات الدفن بجوار أبيه بحضور أسرته وشقيقه أسامة وعدد من أصدقائه وسط حضور مكسف لقوات الأمن بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر وتوفى النجلة الأصغر الرئيسة المصرية الأسبق بسبب سكتة قلبية مفاجئة مساء الأربعاء يذكر أن عبدالله مرسي 24 عاما هو الإبن الأصغر لمحمد مرسي وكانت السلطات المصرية قد فتحت عدة تحقيقات مع عبدالله مرسي حيث وجهت إليه تغمان جنائية عدة وتم إخلاء سبيله لعام الماضي بكفالة قدرها 5000 جنيه وشغل والده محمد مرسي منصب رئيس مصر في 2012-2013 وتوفى في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع حماس في يونيو الماضي المصدر القاهرة 24 وتم دفن عبدالله مرسي نجل الرئيس المصري المعزور الراحل محمد مرسي فجر اليوم الجمعة مجاورا لقبر والده شرقية العاصمة القاهرة وسط تواجد أمني واقتصرت إجراءات الدفن التي تمت في وقت مبكر فجرا واستغراقت نحو ساعة على حضور أسري وأمني بالإضافة إلى حضور أصدقاء نجل مرسي في محيط منطقة المقابر وأفادت وكالة الأنادول بأن السلطات المصرية سمحت لشقيق عبدالله المسجون أسامة مرسي بحضور مراسم الدفن وكانت النيابة العامة قد أصدرت تقريرها بعدما انتهت من تشريح الجسمان وصرحة بدفنه وقالت العائلة في أخت سابق لأرتي إن وفاة عبدالله نجمت عن إصابته بنوبة قلبية وتوفى عبدالله مرسي مساء الأربعاء الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة وذلك بعد نحو شهرين ونصف من وفاة والده الذي فارق الحياة يوم 17 ينيو أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة المصدر وكالات تأجيل دعوة إسقط عضوية المخري خالد يوسف من البرلمان قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل الدعوة المقامة من سمير صبري المحامي التي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل وأكد صبري في دعواه لم تنتهي مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح حيث طالبت الدعوة بوجوب إسقاط عضوياته في مجلس النواب لفتقاده أم شرط الاستمرار للعضوية وهو شرط حسن السمعة وبررت الدعوة سبب وجوب إسقاط عضوية النائب عقب اعتراف الممثلتين مونى فاروق وشيماء الحاج بتواجدهما في شقة النائب البرلماني التي قام فيها النائب بتصفير المقطع الجنسي معهما وقولهما في التحقيقات أنتم مسكن نحن بس علشان خالد يوسف معروف هو مش بيدي دور للفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية ويصورها هو عنده مرض تصوير نفسه وبعدما أشرت التحقيقات إلى اتهام الممثلين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شازة إرضاء لرغباته ما يضع الأخير تحت طائرة القانون وكافحة الضعارة والتحريض على الفسق والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه لكل ما انحرض شخصا ذكرا كان أو أنسى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو إغوائه سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية المصدر وكالات جينا لنهاية الفيديو أتمنى تكون نشرة الأخبار عجبت حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بأحلى لايك واشتراك في القناة بحبكم جدا أنا أحب تعليقكم وأشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته